السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم رح أحكي لكم حكاية جديدة حكاية الفيل والعصفور الصغير خلونا نشوف مجريات الحكاية والفوائد منها كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصري والأوان كان هناك عصفور صغير يعيش في عش دافئ فوق شجرة عالية في غابة كبيرة مليئة في الخضرة والحيوانات المختلفة كان يعيش مع إخوته وأمه في ذلك العش الدافئ في يوم من الأيام وكعادة الأم ذهبت لتحضير الطعام لأطفالها الصغار لأن أطفالها الصغار لا يستطيعون الطيران لا زالوا صغارا على تعلم الطيران ذهبت الأم لتحضر الطعام وفي تلك الأثناء هبت عاصفة قوية ورياح شديدة رمت العصفور الصغير من العش إلى أرض الغابة لم يستطع العصفور فعل أي شيء ظل خائفا ويبكي ماذا سأفعل أريد أحدا أن يساعدني أنقذوني أنقذوني في تلك الأثناء سمع صوت قوي يأتي بجانبه يدل ذلك الصوت على أنه صوت أغدام شيء ضخم ظل يقترب ذلك الشيء الضخم وسمع صوت غناء يقول أنا الفيل الكبير أنا الفيل الضخم خاف العصفور الصغير وهو يشعر بالبرد ماذا سيفعل لابد أن ذلك الشيء الضخم سوف يؤذيه اقترب الفيل من العصفور ورآه يرجف من قوة البرد فقال له سأساعدك أيها العصفور الصغير من أين أتيت وماذا حل بك قال له العصفور الصغير لقد جاءت رياح قوية رمتني من العش إلى أرض الغابة وأنا لا أستطيع الطيران قال له الفيل لا تخف سوف أعتني بك وأحضر بعض الأوراق حتى تدفئك من برد الشتاء ذهب الفيل لإحضار بعض الأوراق حتى يقوم بتدفئة العصفور في تلك الأثناء من البعيد كان ينظر الثعلب وكان ينظر إلى الفيل وهو يذهب ليحضر أوراق الشجر فعلم أن هناك شيئا ما أو شيئا مريب في ذلك المكان ذهب الثعلب واقترب من المكان الذي كان يحضر الفيل له الأوراق فرأى عصفورا صغيرا فقال في نفسه إنها فرصة سوف ألتهم هذا العصفور لأشبع جوعي في هذا الشتاء القارس فذهب الثعلب المكار إلى العصفور وقال له ماذا تفعل هنا قال له العصفور لقد سقدت من عشي في أثناء العاصفة فقال له الثعلب ألا تخاف من الفيل الكبير سوف يلتهمك إنه شرير فنظر إليه العصفور وقال إنني خائف منه لكني لا أعرف ماذا أفعل فقال له الثعلب يجب عليك أن تبعده من هنا وأنا سوف أساعدك لأعيدك إلى عشي صدقه العصفور الصغير لأن منظر الثعلب الصغير وفروه الناعم ذي الألوان الجميلة يوحي على إنه حيوان لطيف فحاول العصفور الصغير إبعاد الفيل من جانبه حينما أتى الفيل إلى العصفور الصغير قال له العصفور أنا جائع أريد أن آكل شيئا ما كانت تلك خطة العصفور الصغير حتى يبعد الفيل عنه فقال له الفيل سوف أحضر لك بعض الحبوب أيها العصفور الصغير لا تخف أنا بجانبك فذهب الفيل فأتى الثعلب وأخذ العصفور الصغير إلى مكان أبعد قليلا مما كان فيه ورماه أرضا وأراد افتراسه ليأكله في تلك الأثناء رأى العصفور الصغير الوجه الحقيقي للثعلب فقام بالصراخ أنجدوني أنجدوني سوف أموت سوف أهلك سمع الفيل الكبير صوت العصفور الصغير فذهب نحوه ورأى الثعلب الذي يريد أن يأكل العصفور فرماه بخرطومه أرضا وخاف الثعلب وهرب بعيدا فقال الفيل للعصفور لماذا أتيت إلى هنا وكيف أتيت مع الثعلب فحكى له ما دار بينه وبين الثعلب فقال له الفيل أنا أريد مساعدتك فقال له العصفور الصغير لكنني خفت من حجمك الكبير ولكن الثعلب شكله جميل وقد أغراني بأسلوبه اللطيف فقال له الفيل لا يغرك الحجم والشكل فهناك بعض الأشخاص بعضهم يكون شكلهم جميل وداخلهم قبيح والعكس صحيح لا تحكم على الآخرين من شكلهم الخارجي أتمنى أن تكون عرفت هذا الدرس وأثناء محادثة الفيل للعصفور جاءت الأم وكانت تهيبة جدا تبحث عن عصفورها الصغير ووجده مع الفيل وأخذت وقالت للفيل شكرا جزيلا أيها الفيل لقد ساعدتني كثيرا وحافظت على ابني بكذا تكون حكايتنا اليوم خلصت أتمنى تكون عجمتكم الحكاية إذا عندكم أي فوائد غير الفوائد اللي سمعتوها في الحكاية اكتبوها تحت في التعليقات وأيضا اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات علشان توصلكم الفيديوهات أولا بأول حطوني لايك إذا عجبتكم القصة وبالمزيد من القصص سدعوني وإن شاء الله أوعدكم بالمزيد من القصص ننتقل إن شاء الله لفيديو قادم في وقت لاحق إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي